دوري الإيطالي بشكل مفتوح كمان معنا أسطورة أسطورة من أساطير الكرة الإيطالية وعلى مستوى الإنتر سندرو ماتسولة طبعا أسطورة من أساطير الكرة الإيطالية على مستوى الإنتر 17 سنة بيلعب في الإنتر وعنده رقم ريكورد عالي جدا في ديربي العاصمة بين ميلا والإنتر وقدر يسجل هذا هدف بعد 13 سنة في هذا الديربي طبعا يعني سندرو بيشرفنا وبينوارنا في قناة النادي الأهلي وعايز أقول لحضراتكم يمكن أبن عن جدي يعني هو كمان كان والده يعني كان نجم كبير في الكرة الإيطالية في فريق تورينتو وكان طبعا كان في حديثة شهيرة يعني في الطائرة وسقوط الطائرة ولكن سندرو يمكن انضمامه للإنتر في سن صغيرة وبدأ مشواره مع الإنتر وأنها مع الإنتر بشكل كبير جدا أحرز أربع بطولات في الدوري أحرز اتنين بطولة أوروبا مع الإنتر خاد اتنين كاس عالم مع الإنتر وطبعا أسطورة كبيرة من أساطير الكرة الإيطالية يشرفنا يكون موجود معنا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير عليك مساء الخير على الجميع ومساء الخير على قناة الأهلي طبعا من خلال حوارنا لسه دلوقتي منتكلم على الدوري الإيطالي والمنافسة يعني الشديدة جدا ما بين يمكن ثلاث فرق يمكن خاصة فرقتين ما بين نابولي وميلا شايف إزاي السيريا السنادي والتنافس على الحصول على هذه البطولة الكبيرة ما بين ثلاث فرق هذا العام الدوري الإيطالي أحد أقوى النسخ الإيطالية في هذا العام الإنتر فاز العام الماضي وقدم أداء رائع مع أنطونيو كونتي لكن هذا العام المنافسة قد تكون من أكثر من فريق أن تترى الميلا وترى نابولي والإنتر منافسة كبيرة ما فيش شك طالما جبنا سيرت يعني نابوليو وكونتي بكلم ما الفرق ما بين يعني الإنتر مع كونتي وإنزاجي هل شايف فيه فرقات هل الإنتر قادر أنه يعود تاني وينافس على هذه البطولة بصفته طبعا حامل اللقب للسنة الماضية في حقيقة الأمر أنطونيو كونتي ونصفة الإنتر معه وكانت أكوى من النسخة الحالية مع سيمون إنزاجي لأن أنطونيو كونتي لديه شخصية قوية وكبيرة داخل غرف الملابس وأيضا على الخط نسخة كونتي الأكوى صحيح لكن كانت تقادم من المفاجئات هو كمان نابولي نابولي بيقدم نسخة رائعة من الدور الإطالي السنة شايف كمان نابولي إزاي وشايف كمان الميلان الميلان اللي عنده فريق قوي جدا متوسط الأعمار صغير جدا وأداء أكتر من رائعة لفريق نابولي والميلان نابولي فريق قوي جدا نسخة نابولي هذا العام نسخة كوية مع لوشانو سباليتي والميلان يقدم أداء رائع مع استيفانو بيولي في حقيقة الأمر أنا أعشق الإنتر وأتمنى فوز الإنتر بالطبع لكن الميلان قوي جدا هذا العام مع بيولي رقم كل ذي الأسماء لكن استيفانو بيولي يقدم أداء رائع معهم ما فيش شك الدربي إنتر وبيلان كان أكيد تبعته بشكل كبير جدا وخاصة أنك صاحب الرقم القياسي في إحراز أسرع هدف في الدربي في التاريخ الميلان والإنتر بعد 13 سنة بتحرز هدف الإنتر شفت اللقاء الدربي زي ما بين الميلان والإنتر في هذه الجولة شفت اللقاء السنة بتحرز هدف الإنتر a كثير من الميلان شفت اللقاء الدربي صاحب الرائع شفت اللقاء الدربي صاحب الرائع الانتر قدم أداء أكثر من رائع الميلان فريق جيد لكن الانتر كان بالإمكان أفضل مكان وكان من الإمكان أن يفوز بازير المباراة ما فيش شك كمان إحنا من خلال يعني زي ما إحنا شايفين كمان لقطات من وجوده وده يمكن الهدف بعد 13 سنة ديربي ما بين الانتر والميلان وهو صاحب هذا الرقم الغاية دلوقتي أسرع هدف في تاريخ الديربي العاصبي في إيطاليا ما بين الانتر وميلان كان طبعا بإمضاء ساندرو ماتسولا عايز أروح معاه ليه يمكن مباراة أو على مستوى المنتخبات منتخب إيطاليا وفوز المنتخب الإيطالي طبعا بلييرو 2020 وكمان مواجهة قوية جدا أمام المنتخب السويسري شايف كمان القرى الإيطالية أو منتخب إيطاليا يعني في طريقه طبعا للمنديال بعد الغياب المفاجئ لمنتخب إيطاليا عن كاس العالم 2018 حزوزه طبعا أمام المنتخب السويسري وحزوزه للفوز كمان بطولة كاس العالم القادمة أصعب مباراة ممكن أن نتواجه من روبرتو منسيني وقائمة روبرتو منسيني يا مباراة سويسرا غدا لأنك تعلم أن إيطاليا وسويسرا يمتلكون نفس النقاط مباراة هم جدا إيطاليا إذا فازت ستكون منطقيا قد تهالت لكاس العالم لكن سويسرا ستلعب غدا مباراة قوية جدا نحن لدينا ميزة أكتر من منتخب السويسري لكن إذا ما كنت تسألني على هذه المباراة أصعب مباراة قد يواجهها روبرتو منسيني ورفاكاء روبرتو منسيني يجب أن الخاطئ ممنوع غدا أمام سويسرا صحيح أعتقد روبرتو منسيني كمان بيقدم مستويات رائعة على مستوى الأداء على مستوى النتائج واعتقاد الشخص إن المنتخب الإيطالي قادر مش بس الوصول لكاس العالم لكن كمان الوصول لمرحلة كبيرة أو مربع زهبي أو مباراة نهائية لكاس العالم بس أنا عايز أقدك لجزئية تانية خالص ونرجع تاني لطبعا الدربي ما بين ميلا والإنتر مش من خلال الإعداء الفني ولكن من خلال الجماهير وكان فيه لقطة أكثر من رائعة أنا باعتبارها لقطة عظيمة جدا من جماهير الميلا وبلغة الألتراس كده دخل عظيمة بيشكروا فيها كل الأطباء والعاملين في الصحة في إيطاليا على المجهودات الرائعة الكبيرة اللي قاموا بيها من خلال كانت سبب أساسي في رجوع الجماهير للمدرجات تانية في الدور الإيطالي أنت كمان شفت الدخلة دي ازاي وعلق لنا من خلال طبعا عبارات كانت عبارات جميلة جدا جدا من جماهير الميلا رسالة كبيرة جدا ورسالة تعاطف ورسالة حب ورسالة تقدير من شعب يعشق بلاده ويعشق كميع المؤسسات وكانت رسالة قوية من أجل الأطباء ومن أجل الجميع الذين ضحوا من أجل أن تعود إيطاليا إلى الواجهة ليست ثقت في كرة القدم المؤسسات التعليمية والطبية وكل شيء شكرا لكور بسود ميلانو صحيح أنا في اعتقادي الشخصي وأنا شفت يمكن المباراة ويمكن لو معنا صور اللي هذه المدخلة ممكن نشوفها من خلال حدثنا معاك لكن كمان خلينا زي ما احنا شايفين الصور كلها صور يعني دخلة في اعتقادي الناس وصفتها بأفضل دخلة في تاريخ الديربي الميلان شايفين عبارات شايفين يعني دي طبعا عبارة كده بتقول شكرا للطباء والمحاربين في الجبهة الأولى اعتقادهم أو طبعا يعني رسالة واضحة لكل من ضحى بحياته من أجل الرجوع للمدرجات مرة تانية فأعتقد رسالة كانت قوية جدا جدا بس أرجع لك تاني صندرو بالنسبة لي طبعا طبعا نتكلم على مورينيو ويمكن الجولة الماضية وتعطر روما مع مورينيو شايف أولا ظاهرة مورينيو ازاي في الدور الإيطالي هل مورينيو قادر على تحقيق حلم جماهير وعشاء روما للوصول على الأقل للمربع الدهبي في نهاية هذا العام مورينيو مدرب رائع ومدرب كبير ومدرب عظيم وعندما كان في الإنتر كنت أتواجد معه وكنت أستمع دايما لنصائحه وكنت أقدم له النصائح مورينيو مدرب عظيم ويملك تاريخ عظيم وحزين لأن الصحافة الإيطالية وجميع الصحافة بدأت تهاجمة لكن مورينيو سيعود بروما بعد التوقف الدولي وسيكون من ضمن الأربع الأوائل لا تستهينوا بمورينيو وعقلية مورينيو هو فقط لا يملك لعبينك كوالة عالي كمان لو كلمنا على ظاهرة زي مورينيو في الدوري الإيطالي نتكلم على مستوى كمان إبراهيمو فيتش مع الميلا وتقلق غير عادي مش لهذا السيزن ولكن من السيزن الماضي رغم اقتراب إبراهيمو فيتش من سن أربعين سنة شايف كمان ظاهرة إبراهيمو فيتش مع الميلا إزاي إبراهيمو فيتش أربعين عام لكن هذا السن فقط لكن عندما ترى إبراهيمو فيتش في الملعب إبراهيمو فيتش أقل من عشرين عاما وأقل من خمساشر عام لأنه يلعب بشغب يلعب من أجل التيشرت يلعب من أجل الشعار يلعب من أجل الميلا وجامهير الميلا على مستوى آخر شفشينكو وقدوم شفشينكو طبعا يعني بعد تركه المنتخب الأوكراني ظاهرة وكان نجم من نجوم الميلا ونجم من نجوم الدوري الإيطالي في فترة ليست بقليلة وجوده مع جنوى وإدارته للإدارة الفنية الجنوى شايف هذه التجربة إزاي أنا أعشق لكن شفشينكو اتخذ قرارا صعب وهو عن يترك منتخب وقرانيا بلد بحالها بلد بأكمالها تعشق أندريا شفشينكو ولو تمثال هناك ترك منتخب وقرانيا من الممكن كان نذهب معه من كأس العالم من أجل الجنوى تجربة صعبة طيب هو لو بيحب أكيد شفشينكو على مستوى اللاعب إيه النصيحة التي يقولها له بوجوده الأول مرة على القاعدة الفنية في الدور الإيطالي إيه النصيحة التي أستطيع أن أقدمها لأندريا شفشينكو هي البدايات أن يبدأ خطوة خطوة وأن يتعلم لأنه عظيم في الكرة الإيطالية وليه تاريخ خبير مع الميلا لكن التدريب في إيطاليا يختلف عن أن تكون لعب أندريا شفشينكو يجب أن يبزل مجهود كبيرا والبدايات دائما مهمة جدا بالنسبة لشفشينكو صحيح البدايات دائما تكون مهمة جدا سندرو عايزين نعرف كمان رأيك عن الكرة المصرية ولو جبنا سيرة الكرة المصرية أكيد ما بين قوسين كده نحط محمد صلاح وأداءه الرائع مع ليفر بول وإذا كان على مستوى البريمان ليج أو التشاميوز ليج شايف الكرة المصرية إزاي وشايف حزوز محمد صراح للفوز بالبالندور السنادي إيه من خلال أداءه مع ليفر بول صلاح لعب عظيم ويجب أن أقول أنه ظاهرة مصرية يفعل أشياء عظيمة في كرة الكادم ليست فقط في ليفر بول هو فعلها مع روما ومع فيورنتينا أو حتى إن كان في بازل أو تابع صلاح منذ فترة ويقدم عمل كبير أنا أعشق محمد صلاح أتمنى فوزه بالبالندور كلنا نتمنى فوز محمد صلاح بالبالندور كمان إحنا بنشكر سندرو ماتسولة طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الآلي أسطورة كبيرة من أساطير الكرة الإيطالية كان منوارنا على شاشة قناة النادي الآلي شكرا جزيلا لوجودك معنا رائع